موسيقى أقسم لكم بلا العلي العظيم كيف سأعرض عرض تاريخ من أول خارجة من الحلال يكون بصعب اللوازات أما يكوناناً طارق كيف سأعطاني عرض والتالي عمل طارق بجواج لهم هذا يريد أن يعرف الجمهور المغربين مظلم أنا أقسم لكم بالله مع مرسمه وتنسوله واش لقاشي عروض ولا شي حاجة أنا أنا صبح الله أنا كنت داف مشاكيلي وكنت داف الهم ديالي وكنت داف المسائل اللي كتعنيني أنا هذيك مسائل دياله هو أقسم لكم بالله يا معمرني كنسوله في الخصوصيات ومن هاد المينبار هادا تنقول لهاذيك الإنسانة هو لا يهديك معمرك بحلي كنقول لنا أنا شخم واحد عايت لي باش يسبني كنقول وشوف ما تخلينيش نقول هذيك الكلمة ديال حاسبي الله هو نعم الواكيل لأن هذي كلمة خطيرة وكلمة صعيبة لأن أي حاجة درتها غلط عندي رمى بينا وبينا خلقني غدان بش نصلي ونركع على الله ونطلبها التوبة ويخد ربي يسمح لي ويتوب لي ولكن الناس اللي كيسبوا الوالدين ما هاد المينبار هاد عافكم الوالدين يحترموا لنقصكم تعرفوا واحد عاجة أنا الطريقة والديه ميتين ورغم ذلك عطاني الله واحد ساكينة ماشي من الناس اللي وليديه ميتين تيش وعدي يسبليه وليديه نجب دموت ولا نضربه بحجراء لا لأنني أنا إنسان واعي وإنسان متقف وعرف القيمة ديالي يعني فلا دعيه أنا لخلي الإنسان يسبني وهذي النهار ولا نطعف واحد المشكل كما كان نسمعوا أن الإنسان تبقى في الحال لا أنا طريق شخصيتي قوية وراضي بالقادر ومن هذي مين باردة كنشكر الأخ عبدالله اللي دائما مسند مع أخوه طريق وتحياتي الناس لأنه هو اللي كان نفتخر به علاش عطاني يفتح لي واحد البالب اللي لقيت حب الجماهير وحب مغربية وحب الناس من برة من المغرب الطريق وهذا لي الشرف اللي كان نفتخر به اللي نقول لهم الحمد لله للعالم الأزرق قد نكتبه فيه أخوة ونكتبه فيه علاقات زوينه أنا سبارك رحمة كنت زوج شوية ولا شي فيه أخير وعلاش لله إلا كانت في المكتب ديالي مرحبا أنا دائما كان رضا بالقادر شوف أنا أقول لكم واحد لحاجة ما شي قاديت أنا ما شي قاديت أنا ما شي قاديت أنا ما شي قاديت أنا لا لا أنا قد لا قسني بعدان أشوف الراجل اللي تيكون باغي الجواج ما شخصوا بعدين عرف كيفش يقنع واحد سيدة كيفش هي كيفش هي كيفش يعقل أنك تقول لك هذك الشوج تجمعهم وميعطوش راجل إذا نخصها تجي باش تحسها هي بالرجولة وتقول لي هي تتمنى هذ اللي قلت علي ماشي راجل الجوج أتبين تقول لك طريق هو السبع وأنا ما بتقول لكم اللي أنا أنا طريق كان فتاخر براسي وعرف رجولتي وعرف قيمتي فمرحبة بها عدنا في مرة كش كان عزمها تقلس معنا المدة اللي بغات مرحبة وألف ألف ألف مرحبة هذا هو الجيل الجديد هذا الجيل الجديد محترامات الجيل الجديد أنهم يدخلوا بشي خصوصيات واش أن هذا الإنسان هذي هي كتسمى الواقاحة هذي كلمة صعيفة المفهوم ديالها تسمى واقاحة أجي حبيبي انتب رأسك يا عوذ بالله أجي انتب رأسك وقلس معاي ويقلس في جنبي ودي تحسب الخوشوع ودي تحسب الرجولة وتقط النهار وتبين على أساس أنك شي حاجة فكرة عندك غلطة أكيد 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 لك يقول لك شرف أسمح لي من هذا لا بالعكس أكيد لك يقول لك شرف أكيد لك شرف عدو يستمع كنتم تشوفوا شي وحدين يعني كتشوفهم في الهين دام ديالهم وكتشوفهم في وجوم كتشوفهم في الناس عادين ولكن الآن كيدروا شي صار كتوقع عندهم الناس اللي كيحبوهم وتيحبو تواصلوا معاهم وكيبغيوا تصوروا معاهم إذا هذا كيكون إعجاب كني الناس اللي كيعجبوهم ناس وخاء هما ماشي يشي يزوينين وكين كل عشون فلقي غيرت يحبب الله فيه فمن هاد المين بارة دالت هنقول ماشي فرق ديال السن ماشي السن هو اللي مهم في الحياة وهذا اللي كيقول الشارف اشي عند اولدي مرحبا بك الفيسبوك ديالي طارق ابو مريم وهو الاسم العائلي ديالي واسم الشخصي ما مزورش الرقم ديال التليفون هنا هنكتب لكم اللي بغي تواصل مرحبا و الف مرحبا اللي ان هدا اللي كيقول الشارف حقاش حسب راسو بانه ما عندوش المستوى ديال الشارف ما احتراماتي ليلو انا انا اول حاج انا اول حاجة لكن شكر الجمهور والجمهور اللي حبيتهم من القلب رغم جميع التناقودات ولقيت ناس كيقولوا يطارق كنت منولك المسيرة موفقة في الحياة ديالك كيقولوا لي احنا تمنينا نتعرفوه بك عن القور بغينا نجيو المراكش على مثبيتك ليال الشارف انوط الجمهور اللي كيهدر علي بالخايب اللي هدي انا موسامح حقاش راسو صعيب انه انسان تكون ما اديه ما اولو ما كتذر عليه هو كيهدر عليك بالسوء ولكن هدي تقافة اعطاه الله الله ولكن ما اعطاهش لكل شي اللي هدي ما خلق هذه الجمهور اللي هدي ما خلقها عند ثلاثة الابعاد تروضيك شوف لا انا قلت له قصنا نواجهوها هو قلي طارق نظر الام ديالي والعائلة ديالي يعني تخلى يعني ما بغاش يواجه انا عاو تاني قلت له اللقص تبين للرأي العام بينا حنا كنا ديرينا يمسراحي انا قلت له قناعة يعني ما بغاش يزيد يمكن حسيت بيبي انه ما بغاش يزيد في المشاكل مع العائلة دياله رأي دياله كيت تحتارم ولكن قلت له انا طارق اللي قالوا عليه الشارف الشارف هو ديبان ودي طلع ودي تحدى العالم ودي تحدى الناس اللي باقي ما كيعرفوش باش عاو يعتهم فكرة على الطارق وتنتهما كانت منهم الله عز وجل باش يجي واحد الوقت لي تعرفوني عن قارب وكدا وتبدلوا الفكرة وكان احترم الرأي ديالكم وسبحوا لي لكن تقلت شي كلمة عليكم اللي لقاتلكم يعني شي نقطة سي على طارق رأي بالعكس طارق رأي القلب دياله زوين مرحبا بالجامع اللي بغي يزورنا في مدينة مراكش مرحبا والف مرحبا انا هاد نيقاش هادا هادا والمفخرة ديال طارق باش عرفوها ماذ المين مبارا هادا انا طارق خرج برأي من المغرب ودشوش على لاج ديال 17 العام ولكن كنت مولد عشر سنين كان صافر بوحدتي كانوا عندي مواطر كبار كنت كان سقطونا وبينوانا فلاش ديال اللي صغر وكانت عندي سيارة على 16 العام ومعنديش رخصة ديال السياقة اذا الانسان كيفاش ابنه بيئاتي كل واحده كيفاش كيترباحنا الحمدولة والدولة والدينا وربونا اننا نعتمدوا على راسنا واعتمدنا يعني اليها والحمدولة ذاك الفضل لطارق كيف تاخر براسه هو وخا عنده فلاش دياله كما كيقولوا الجمهور المغربيش حال الطارق عنده فلاش دياله طارق عنده 45 سانة وكين كان فتاخر براسي انني عايش تقريبا 100 سانة ماشي 45 سانة علاش نظرا لخلال هدوك التجارب ديال الحياة اللي دوزها لان طارق اللي دوزه بلا حقاش انا ما كان بغيش نبين للناس باش يقولوا طارق انه كيبغي فتاخر بالمديات ولا بشي حوايش لا انا الحمدلله كسبنا الضيور وكسبنا الطنوبيلات قبل ما نخدموه الحمدلله عشنا حياة رفاهية من الصغر تولدنا في الفيلات كبرنا اذا نبقينا اولاد الخير كيم معدنا ولا معدناش كان حمدلله وكان شكروه وتنقول الانسان مع مرسن كان يعني هو القيمة للانسان شوف هاد السيد هدا انا كنحتار من رأي ديالو حقاش شوف انقلكم واحد السرع وتاني من هاد المينبارة هادا ديالاشواق العقل كيبغي سيققل فاقفوا الإنسان بحق particularlyiew لكن يزالها و يقولون أنه نحو المثال وهنا ما يتحدث يعني ما سبحان الله عظيم أعطنا الله وهناك صغير ولكن ونرى ما يهز هناك إنسان يتحدث نحو المثال من الإطلاق عقلي للعقل أن يهز و يهز المعلومات العامة لديه في الواقع سأقول لكم الموضوع هناك كانت شاركتنا معه بثاف لأعاد الإنتجتي كانت مثلهم لأي شيء بني أنا غراج كبير شاهدوا الحياة بيضة شاهدوا الشعر بيض تقولوا وش كتحيد الحين على رأسك حقاش الله سبحان الله هو بعدها تشيب رخص الناس يعرف القيمة ديالو مشيتاه في الدنيا قال كل زغبة بيضة فدت لإنسان يوم القيمة ما كتشفع فيه إذن هذي حاجة لي يزوينا شوف لا أنا نقول لكم واحد الحاجة أنا هذي ممكن للناس يدخلوا حقاش دابا شوف مع البروجيكتر مني كيضرب مع الشعر قري كيولي كتبن بإنك الحيتك بيضة وهذا هو الكائن ولكن عن قرب هنتم مشتو ممكن تاخدو الصور ديالي نعتلكم إن شاء الله من غدام دون شروعها ما عنديش مشكل يعني ولي بغي يدخل فيسبوك ديالي باش يتعرف عن طارق يدير طارق أبو مريم مرحبة و ألف مرحبة وديك سعما يدي شوفوا الصور بالنهار ولا يشوفوني قدام يدي بلكم بوجه حداقر لأنني عارف هذه القادية دي رأى اكتشفتها شوف أنا تنقلكم ماذا المين بارعدا كانت لمن الجمهور المغربي ما ياخدش عليها شي صورة خيبة رب العكس رب طارق من أطيب خلق الله ومن الناس اللي كيتحملوا أي حاجة رب العكس أنا رب عدنوبة أقسم لكم بلل العالم العظيم هي كنشوف شي مكالمات التصل بيا كان حاول نقول أخويا ما تخسرش خوك طارق حاول نفهمك وكده وعد هذا ولقيت واحد الإقبال واحد الحب للناس الطارق اللي هو خيالي ماذا المين بار هذا كان نقول للجمهور المغربي يسمحونا إلى كل نقل لنا عليهم غير حاجة واحدة اللي بغيت نقولها لهم الإنسان ما يمكن لكم تحكموه عليه تتعاشره وتعرفوه الحقيقة لأن الحقيقة دي ما كيعلم بها الله ومن هذا المين بار هذا كان نقول بينا طارق رام عنده تم كسب مالي من هذا الشي اللي درته ولكن كسب الشي حواج لكثر من هي المادة لأنه احترامات إلى هذا الزمان زولين كان عشو زمان المادة ولكن طارق الحب للناس اللي له دائما هو الطاقة ولي كتعطيه واحد القوة وكتعطيه حب لحياة شكرا الجمهور طارق اشترك الآن في قناة اشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواقع تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شكرا الجمهور طارق